منذ عام 2011 حين بدأ الربيع العربي تفائلنا وقلنا حالة الأمة العربية رح تتغير شو رأيت هلا؟ أنا بعتقد أن الأمة العربية عم تتغير بمجرد وجود شعوبنا كلها بالبنان وبالعراق وبالجزاير على الطرقات وعم تطلب نهاية للحكم الفاسد الذي عم تعيشه الفساد شانيك جان هو المحرك الرئيسي في هذه الثورات هو المحرك الأسيئ الرئيسي في هذه الانتفاضة الفساد المستشري في البلدان العربية وفي العراق خاصة هو كان المحرك لأنه نقول لا نقول نريد وطن نازل أخذ حقيه صحيح الفساد هو سمة من سمات نظام الحوكمة في كل هذه البلدان سواء كانت الجزائر العراق لبنان ولذلك ثارت الشعوب وانفجرت انصح القول في الشوارع بطريقة سلمية في الجزائر ولبنان لحسن الحظ وبطريقة عنيفة وعنفية بالعراق اليوم حلقتنا جدا قوية يلا نبلش في مثل يقول اتسع الخرق على الراتق أي ما في مجال للإصلاح ما في مجال أن تتعدل الأمور أنا ما بأبلش الحلقة وأنا متشامة بس احنا كلنا عارفين احنا شنو جايين نقول اليوم صح هلا؟ صحيح شو جايين نقول أنه ما في عنا فرصة تانية هاي هي الفرصة الوحيدة وهذا هو شأن شأننا ولازم كل واحد مننا يكون على الميدان وعن بدافع انتفاضة بصورة عامة مطالبها مطالب دستورية وحقية متى على أكثر من طلب نريد وطن فالمتظاهرين والانتفاضة والشباب وحتى الأطفال اللي طالعين هم مطالبهم كلش واضحة وصريحة نريد وطن وطن مخطوف من قبل العصابات من قبل الميليشيات فإحنا طالعين اليوم حتى نحرر هذا الوطن ونسترد بلادنا أظن أن اليوم كل ما يحدث في المنطقة من الريف المغربي مرورا بالجزائر وصولا إلى العراق إلى لبنان كل هذه الشعوب عندها قاسم مشترك ألا وهي الرغبة في التحرر من أظمة فاسدة ومفسدة خلونا نبلش تشدي قوي ونشوف هذا التقرير ومن بعدها إن شاء الله رح تنضم لنا عبر سكايب كندا حتر وهي من منظمة الشفافية الدولية نشوف التقرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشترك عشان أحكي أنه في المنطقة العربية هذه الظاهرة ظاهرة الفساد اللي عم تتحرك من أجلها شعوب أن تقول كفا يجب أن نحارب الفساد ويجب أن يكون لنا صوت في إدارة شؤون بلادنا من أجل أن ننعم بحقوقنا من أجل أن يكون لنا دور في إدارة شؤون البلاد في هذا اليوم نحن نصدر تقرير هو مقياس الفساد العالمي الذي يتحدث عن عدة أرقام مقلقة بشكل خاص لموضوع الرشوة والواسطة وشراء الأصوات هذا التقرير الذي يقول في سد دول عربية يقول فيه تقول فيه الشعوب أن 56% منهم يعتقدون أن الفساد قد ازداد أن الحكومات لا تقوم بعمل جيد في مكافحة الفساد رغم الوعود الكثيرة من هذه الحكومات التقرير مقياس الفساد العالمي يعطينا أرقام مقلقة حول الواسطة حول دفع الرشوة في قطاعات جدا مهمة مثل التعليم الصحة القضاء الشرطة واحد من كل خمس أشخاص يعني 11 مليون شخص في هذه ست دول قاموا بدفع رشاوة من أجل من أجل الحصول على خدمات بينما واحد من ثلاث أشخاص في ثلاث دول هي فلسطين والأردن واللبنان يعني 3.6 مليون شخص قاموا باستخدام الواسطة من أجل الحصول على خدمات وهذه أرقام مقلقة في ظل الوضع القائم الموجود على الأرض يعني لدينا نعم صحيح ما تقوله كيندا أنا عندي أرقام لمنظمة الشفافية الدولية ولكن من 2018 وتحتل الجزائر المرتبة 105 على مجموع 180 دولة يعني الفساد بالنسبة للنظام الجزائري هو سمة أساسية في النظام الحوكمة هو آلية من أجل حل النزاعات المختلفة بداخل المنظومة ولكن من أجل ترسيخ استمرار المنظومة السياسية أحسن مثال على ذلك هو التحرير الاقتصادي الذي صار في الجزائر في الثمانينات تم هناك تحرير اقتصادي ولكن انتقائي وظهرت شبكة من رجال الأعمال مقربة بالجيش وبالنخبة السياسية وبذلك وسع النظام الجزائري دائرة الشبكات الزبائنية إذن ولذلك اليوم نراه في الجزائر لقد صار الجزائريون ضد الفساد الشامل وضد الدولة الفاسدة والمفسدة نفس الأمر نفس الأمر يعني بتوصفه كل حدا مننا بيوصف بلد بيطلع بلدنا الآخر نفس الشي يعني بلبنان اللي عم توصفيه بالجزائر هو ذاته عادة عن أنه نحن صار في بس خلصة الحرب الأهلية اللي طالت عدة عقود صار في نوع من عقد اجتماعي بعتقد كان عقد اجتماعي فارط لأنه شي محل الليبنانيين قرروا أنه بدون يوقفوا الحرب لو شو ما كانت الكلفة فقرروا يسلموا أمر الحرب زمام السلطة وهن هم يحكموا البلد من وقت هيدا الفترة يعني نحن عنا بالشكلية بلد ديمقراطي شكلية تمثيل شعبي بس هو شكل بالفعل لأنه البرلمان هو جزء من هالأمر الحرب مش كله يعني أنا بحب كتير أقول مش كلهم يعني كلهم لأنه بس بدأ نحكي عن الفساد وعن المحاسبة كتير ضرورة نقول أنه لا مش مظبوط أنه كلهم يعني كلهم في بعض العالم قامت بدورة من الأول بالمحاسبة وبالمسائلة بس بالضبط الفساد قليت الفساد هي مثل ما كانت عم توصفها داليا يعني حتى أوقات في عالم تحكي عن القطاع الخاص أنه هي الدولة عاجزة فخلينا نخصخص والقطاع الخاص بخلصنا لا أبدا مش حقيق قبل ما يكون في بناء دولة أوية القطاع الخاص هو جزء من بنية الفساد فلازم نكون كتير وعين على هيدا الشي سحي ممكن اللي ذكرتو زاميلاتو يعني هو إحنا لو نقعد المنتجة نشوفها أنه هذا هي الأحداث اللي سبقت الثورات اللي شفناها قد نشوفها بالعراق وبالوطن العربي بصورة عامة هم الأسباب الحمى عوز اجتماعي تعليم صحة رديئة أصحاب شهادات عليا يبحثون عن عمل ووظائف هذه كارثة كارثة اجتماعية نحن نتخيل يعني أنه شخص يدرس لعشرين سنة بحياته وبعدين حتى يقعد ما عنده وظيفة ممكن تأمن مستقبل أو منستقبل أطفال هذه كارثة صحيحين ممكن في دول أخرى في دول أخرى ممكن يعني حتى يدوبك عنده إعدادية في الدول وهي مواردها قليلة صحيح ممكن يكون عنده وظيفة وعنده عمله ومؤمن عائلته مشكلتنا مشكلتنا يعني الشعب في جهة والحكومات في جهة أخرى الحكومات تعمل على تفقير الفقر المواطن ليس فقط اقتصاديا فقر حتى اجتماعيا ووعيا وثقافيا لكي يكون يعني خلاص يعني يفصل عن العالم يفصل عن الناس وهما يستمرون بسرقاتهم يستمرون بسياستهم للحد الغير معقول طيب أنا عندي برد عليك كنت دقيقة بس بعد إذنك ونرجع طبعا تحت الهواء قلتي لي يا رؤى أنتش مستغربة أنه أنه أحنا في الكويت عندنا فساد طبعا حتى لما يذكر الفساد أحنا ما نذكر يمكن لأن أحنا شؤون الداخلية شوي نغطي عليها ولكن في عام 2011 تحديدا ضجت عندنا مواقع التواصل بتصريح مسرب لسفيرة الكويت أنا ذاك السفيرة الأمريكية في الكويت اللي هي دوبرا جونز قالت مفاد التصريح ما لها أن الكويت لن تبقى لسنة 2020 لأن القائمين عليها وعيان البلد مشغولين بنهب ثرواتها كأنها دولة مؤقتة من 2011 إلى اليوم يطلع لنا تصريح وأيضا سياسيين وللأسف برلمانيين يقولون لنا أنه لا الوضع جدا خطر وجيب المواطن سيمس والميزانية الدولة تستنزف احنا ما ندري وين قاعد تستنزف ثروات بلدنا احنا ما ندري وين قاعد تروح المواطن الخليجي اللي كان يوما ما هو رمز للمواطن المترفه المتعلم طبعا أنا جاي عشان أقول الآن الأواني أنه حتى في التقرير ما ذكرنا ما ذكرنا وكأننا احنا خارج هذه الصورة وكأننا احنا لا ايضا احنا قاعد نعاني ايضا احنا عندنا فساد هذه مقدراتنا احتياطي أجيال قادمة ايضا احنا قاعد نسرق كندا انتي معنا في بلدان لم تذكر او الاعلام حتى لم يصلت عليها الضوء بشكل كبير لانه ما في اعداد وجماهير على الارض لكن موضوع الفساد في المنطقة العربية هو موضوع مؤسسي يعني هنا عندنا فساد مؤسسي منتشر نحن تتحدثنا في كثير من التقارير عن الفساد السياسي المنتشر في بلداننا وخصوصا انه الانظمة الموجودة القائمة حاليا ونحن نتحدث عن السيستمز وليس كحكام نحن نتحدث عن السيستمز او الانظمة التي تعيد ادارة عجلة الفساد حتى لو تغيرت الوجوه تحدثتم عن الجزائر تحدثتم عن ايضا الكويت لكن كمان تونس لدينا نموذج في الانتخابات التشريعية وحتى الرئاسية التي كانت قبل اشهر وجدنا ان نسبة مشاركة الشباب اكثر من 80% وقامت باسقاط احد رموز الفساد من النظام السابق الذي حاول الترشح للانتخابات والذي عليه قضايا فساد فبالتالي للناس قدرة اذا امنت على التغيير وان تصنع هذا التغيير للأفضل طبعا وانا كنت في تونس وانبسطت كثير لانه كنت مراقبة دولية للانتخابات التشريعية واندهشت من قوة النزاهة والشفافية بتلك الانتخابات اذا مثل ما قالت كيندا صحيح ان اذا اراد الشعب ان يغير ولكن يجب كذلك ان تريد السلطة التغيير المثال على الجزائر يعني على الرغم من الاجراءات القضائية التي قام بها قامت بها المؤسسة العسكرية يعني من كذب على حالنا المؤسسة العسكرية وهو ما يسمى اليوم بمحاكمة القرن في الجزائر مع محاكمة ويحيا وسلال وغيرهم من القادة الذين كانوا في عهدة بوتفليقة ولكن لا يؤمن الجزائريين بهذه الاجراءات القضائية يروا فيها انها اذات من اجل تسكيت الاحتجاجات وهم على حق يعني اذا رجعنا الى عهد بوتفليقة نفسه كان في العديد من الاجراءات القضائية في 2017 و2018 على سبيل المثال تم محاكمة اكتر من 1400 مسؤول منتخب محلي على تهمة الاختلاص نهب الاموال العامة وغير ذلك كمان انا بحب دايما احكي من بعد داليا لانه وضع لبنان بعد انتو صار فيه محاكمات نحن عم نحكي عن فساد مستشري عم نحكي عن ملفات تعرض على الاقنية التلفزيونية ولا مرة صار فيه احالة ملف غير اذا كان هالاحالة مبررة سياسيا من فريق سياسي ضد فريق سياسي وهون بده ارجع احكي عن اهمية استقلالية القضاء افع عن عدة عدة مواضيع اولا بس نحكي عن ديمقراطية ديمقراطية نادجة بتقول انه لازم يكون في مواطن واعي ونادج وعم بحاسب دولي يعني هو المواطن قرر بلحظة ما انه يسلم يشارك بالحكم عبر حكام حكام هو بمسلوه يعني فيه شرعية اساسية للتمثيل من قبل المواطنين هيدا الشرعية عنا مفقودة بما انه ما في حدا باللبنانيين اليوم بحس حاله انه هو ممثل بالعالم الموجودين بالبرلمان او على الاقل كتير قلال وهو البرلمان هو السلطة التشريعية والسلطة الرقابة باسم الشعب فهيدا السلطة ما عم بتعمل شغلة هيدا السلطة من بسقة من السلطة التنفيذية وبتمثل السلطة التنفيذية بسموها التوافق هو هيدا اكبر نكتة ضد الديمقراطية يعني الشغلة التالت بتجيك السلطة القضائية والسلطة القضائية ما عادت مستقلة وهو اهم شيء استقلال هيدا السلطة وشفافيتها ومحاسبتها للمرتكبين فبالتالي نحن موجودين بدولة برجع بقول مخطوفة وانت عم تقولي انه بديك يكون فيه ارادة من قبل العالم يلي هن اليوم بالحكم انهن ينتحروا مستحيل فالحل الوحيد هو باسترداد الحكم عبر بطريقة سلمية ما احدا مننا بده استرداد الحكم عنا الحمدلله قدرات شرعية ودستورية انه نرجع نستعيد هيدا الحكم ويصير حكم تمثيلي للشعب اللبناني اولا وبتمنى لكل الشعوب العربية فما بتصور انه حتى بارادتهم ممكن يصير فيه تغيير نحن سوء الحص يعني غير ما خلي ما نقول انه غير نزيهة لكن هي ايضا صنفت ضمن تصنيفات محاصصة وطائفة وهذا بالتالي احنا ولا ولليوم لم نشهد اي محاكمة لأي مسؤول تمت فضح ملفات فساد عليه الاف قضايا الفساد عليه تشكيل تشكلت هيئة مكافحة الفساد هيئة النزاهة هذه الهيئة نفسها صار عليها ملفات فساد تخيلوا هيئة النزاهة تكون عليها ملفات فساد وهذه يعني كارثة اللي لذا نعيشها بالبلدان العربية وبالعراق على وجه الخصوص فعلا كارثة ممكن تؤدي إلى كوارث مجتمعية كبيرة يعني ممكن يعني اختلف بموضوع فكرة انه التغيير يحتاج ارادة للسلطة لا يعني السلطة اكيد ما راح تكون عندها ارادة بهذا التغيير هي سلطة مستفيدة ولكن السلطة اذا بدها تبقى يجب عليها ان تغير نفسها هيدا مش انتحار هيدا من العوامل الذي يمكنها من البقاء اذا يجب عليها ان تغير كل دمعان لها تعقيب بدي اضيف بس نقطة جدا مهمة يعني تحدثتم عن موضوع السلطة والارادة السياسية نحن عندنا مشكلة في مفهوم انه نحن نتحدث عن السلطة نحن نطالب بديمقراطية نحن نطالب بان يكون هناك مبدأ لفصل السلطات واللي هو محكوم يعني هو موجود كبنت في الدستور وغير المطبق لما بيكون في عندك مبدأ لفصل السلطات السلطة اذا تتفتت بمفهومها التنفيذي والتشريعي والقضائي لما بيكون في عندك سلطة تنفيذية يجب ان تكون تحت رقابة السلطة التشريعية يجب ان يكون هناك ايضا برلمان يقوم بدوره الحقيقي ايضا يجب ان يكون هناك استقلالية القضاء يعني تحدثت عن استقلالية القضاء كعمود اساسي في موضوع محاسبة الفاسدين يعني لما بيكون في عندنا بالدراسة اشرنا الى موضوع ان القضاء الشرطة هو الاعلى في القبول الرشاوي لكن القضاء أو المحاكم هي الاعلى في الواسطات والواسطات تعني هناك تأثير على على الاحكام أو حتى على سير القضايا في المحاكم وهذا شيء مخلق عندما يكون عندك الامن عرضة للاختراق بهذه الطريقة وان يكون لديك العدل ايضا غير مستقر هذه الرسائل جدا كبيرة السلطة ايضا القضائية نحن تحدثنا في مرحلة عن محاكمة البشير في السودان لكن ايضا السلطة التي تحاكم البشير في السودان هي ايضا سلطة تم تعيينها من النظام السابق فكيف يمكن لنا ان نضمن بمحاكمة عادلة ايضا للفاسدين حتى لو سقطوا فهذا جدا ايضا موضوع شائق ولا يمكن التحكم فيه الا اذا كان لدينا احترام لهذا المبدأ وتطبيق فعال له هذا الكلام كله يصب في مشكلة واحدة وهي الثقة اليوم من الجزائر الى العراق الى الكويت الى لبنان في ازمة ثقة والثقة مثل ما كان يقول فرانسيس فوكوياما هي رأس المال الاجتماعي اذا اليوم اذا اليوم عندنا بكل هذه البلدان شعوب بيّنت سخطها السخط الاجتماعي بيّنت غضبها ووصل غضبها الى ذروته واليوم انفجر اليوم مثلا في الجزائر عندنا انتخابات في 12 للشهر لا يريد الجزائريون ان ينتخبوا لماذا لانه في ازمة شرعية في ازمة ثقة ويرى معظم الجزائريون ان هذه مهزلة انتخابية يريد النظام الجزائري من وراءها التأييد والتثبيت ذاته أفهم بس عندي مداخلة طبعا الحال لا يختلف عنكم احنا بلشنا حراك شعبي بالكويت تحت عنوان بس مسخت اي طفح الكيل بما معناه طبعا احنا ايضا هناك قضايا تقدم للمحكمة ويتم حفظها قضايا بملفات ومستندات وإثباتات قضايا فساد جدا كبيرة طبعا حاليا احنا شقالين على حملة العفو الشامل عندنا شخص كشف قضية فساد جدا كبيرة اسمها مصعب الفلتشاوي وللأسف اضطر ان يهرب من الكويت وحاليا هو موجود في كندا وإيضا الناس اللي كانوا يحذروننا من الفساد اللي كان موجود واللي للأسف الكل وقف ضدهم واتفعوا الثمن غالي غربة وبعد عن وطنهم مسلم البراك طبعا هو على رأسهم لماذا يبعد الشخص النزيح لماذا يبعد ويحارب بهذا الشكل فكان لازم ان انا انوح على هذا الشغل وادعم العفو في الكويت لانه ما في عنا ما في عنا ايضا انظمة تحمي المبلغين عن الفساد يعني احنا تعباتنا انه ان يكون هناك في حماية للمبلغين هناك عدد كبير من الاشخاص اللي بيامنوا في التغيير يعني كما ذكرت لكن ايضا هناك نسبة كبيرة يعني حسب قرينا ايضا تدول على انه خوفهم 82% بيعتقدوا انه اذا احنا تقدمنا ببلغات او قمنا بالكشف سيكون هناك عواقب راقب جسدية او حتى يعني احنا منشوف انه التهجم على هؤلاء الاشخاص في عدة دول عربية يختلف قد يكون جسدي لكن ايضا قد يكون تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فعلا يحصل بدي زيد شغلي انه نحنا قبل قانون حماية الكاشفي الفساد اللي هو قانون كتير مهم بدنا حق الوصول على المعلومات ما نحنا اذا بدنا اذا بدنا نبلش عملية المحاسبة قبل ما تصير عملية فساد هني حتى اداء بعض الاحيان الاداء العادي هو اداء مش بالضرورة فاسد بس عديم الكفاءة نحنا دولة باللبنان ضلينا 12 سنة من دون موازنة وهلأ طلعنا موازنة مش كرمال اللبنانيين كرمال دول المانحة بسادر لان يمكن كانوا بدون يعطونا بعد دين عام تنزيد على 160 مليار دولار تبع الدين العام مش كافينا فبدنا بعد نروح نجيب دين اضافي بس نحنا بعد نعملنا قطع حساب فهيدا الأداء بالأول أول شي هو شففية الدولة حتى يقدر المواطن يكون واعي لانه كيف انت بدك تحاسب اذا ما عندك معلومات بالأول فبدنا عالم تفرز المعلومات عالم تجي تطلع هالمعلومات وتحاسب على أساسها وبعدين نوصل على كاشفي الفساد خلينا بالأول نوصل نحنا في بعض الملفات طلبين الحصول عليها من الدولة اللبنانية وفيه شخص عمل دراسة كاملة على كل الإدارات في عندك إدارات ما بتعرف أنه هي ملزمة بأنها تنتج معلومات وتعطيها للمواطن اللبناني بتقولك ما قلكن حق تتدخلوا بشؤوننا بالضبط يعني مرات نحن مرح نحتاج أنه أحد يجيك شف الفساد الفساد موجود ومستشرة عنوة أمام الأنظار الآخرين في مشاريع مثلا في بغداد وبالعراق مشاريع تاخذ بمليارات دينار العراق أو الدولار بالمليارات بس نشوف الحجر الأساسي ويبقى بعد شيء عشرين سنة وما مصلح منه ولا حاجة العراق لغاية الآن منذ ستة عسنة أي الحكومة لم تعمل أي عمل بخصوص البناء التحتية بغداد صار بها اكتظاث سكاني كثافة سكانية لأنها لم تتوسع وما متوسع عليه الشيء وهي تنطي مشاريع وما تنطي تنطي مشاريع لمستثمرين المستثمر يأخذ فلوس المشروع ويروح بالتالي من نرجع إلى جذور هذا المستثمر يطلع إلى صلة بجهات الحكومية ممكن حتى تلقاها هي شركة لأحد البرلمانيين فبالتالي نحن مرات يعني هو الفساد موجود لكن عندنا الميزان نازل من اتجاه القضاء القضاء يعني بهذه الكارثة يعني الدول تقوم على القضاء والعلم ونحن نحارب بالجهتين هو القانون صحيح القانون لا يحترم لا يعني لا يوجد أي سيادة للقانون في العراق بالتالي جرنا وأخذنا إلى مشاكل إلى أزمات اقتصادية ونرجع إلى أزمات الاجتماعية والحد ما وصلنا إلى انتفاضة انتفاضة اليوم مليئة بالدم جريمة جرائم كوارث بشرية تصير باستساحات الاحتجاج بالناصرية وبالنجف وبغداد والحكومة تصرح بالطرف الثالث تخيل أن وزير دفاع يطلع على وسائل الإعلام يصرح أنه نحن المتسببين بهذه العمليات هناك طرف ثالث وزير دفاع يتكلم عن طرف ثالث من دي هذا صار في كل البلدان اليد الخارجية أو الطرف الثالث أظن أن اليوم المشكلة في كل هذه البلدان والقاسم المشترك هو أن لم يتمكن المسؤولين اليوم العرب من التعاطي مع التحديات الجديدة لأسباب عدة ولكن أظن أن السبب الرئيسي هو أن المحتجين جاءوا من بيئة ثقافية مختلفة تماما من بيئة القادة بعبارة أخرى المحتجين اليوم نراهم سواء كان ذلك في الجزائر في العراق في لبنان يطلبون قيم بعد الحداثية يعني الكرامة الشفافية النزاهة بينما عنا قادة ديناصورات صح القول ما زالوا يقنعون يحاولون إقلاع الشعوب أن الانتخابات هي المصار الوحيد وأنها الإثبات النهائي على الديمقراطية يحاول البعض أن يتفه موضوع الفساد أنه فترة انتخابات حقبة معينة يصبروا عليهم وعطوهم مجال لا يوجد مجال أن الواحد يصبر أكثر من ذلك ويعطي مثلا برلمان يقعد لك أربع سنين يمر لك قوانين معينة لصالح فلان ويأتي برلمان غيره ويلاقي الوضع صار أسوأ وأسوأ وأسوأ كندة شكرا لمشاركتك زميلاتي أنا سعيدة أن تكونوا موجودين شكرا لأحساسكم بالمسؤولية شكرا لنا واتكلمنا على الأقل لو ساهمنا في التعبير عن الشعوب وما تعانيه من قضايا الفساد شكرا